شباب الفراعنة في رحلة البحث عن التتويج حيث يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الكاميروني في الثامنة مساء اليوم باستاذ القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت ثلاثة وعشرين عاماً ويسعى أبطال منتخبنا الوطني بقيادة المدير الفني شوقي غريب للفوز بالمباراة وتصدر المجموعة لموجهة ثاني المجموعة الثانية بدور الأربعة والذي يحدد الفريق المتأهل لأولمبيا توكيو حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة وكان منتخبنا قد حقق فوزاً غالياً ومستحقاً على نظيره الغني في ثاني جولات البطولة ليكتب شهادة ميلاده وينال تقدير الجماهير بعد أن حول تأخره بهدف إلى فوز كبير